ويتساءلون كيف العراق أفلس ونهشته للأزمة الاقتصادية كيف لا يكون ذلك والميليشيات والمتنفذون في كل مكان لهم منفذ ومن كل شيء لهم حصة ولو استطاعوا تعليب الهواء وبيعه لفعلوا ستة مليارات دولار سنويا هي عائد العراق من المنافذ الحدودية فقط لكن هل تذهب للدولة تلك الأموال؟ الجواب لا تسعون بالمئة منها تذهب للميليشيات والمتنفذين للعراق أربعة وعشرون منفذا حدوديا بريا وبحريا تربطه بالدول المجاورة الست السعودية والكويت والأردن وسوريا والتركيا وإيران وتبلغ وارداتها أكثر من ستة مليار دولار سنويا بنود مسربة من مشروع موازنة العام المالي المقبل 2020 كشفت عن تحقيق المنافذ عائدات متوقعة بنحو ثمانمائة مليون دولار ما اعتبره برلمانيون ومراقبون مبلغا زهيدا مقارنة بما يحصل فعليا من المنافذ الحدودية يؤكد مسؤولون ونواب أن الضرائب الجمركية من هذه المنافذ يجب أن تكون بحدود هذا المبلغ ولكن ما يتم تحصيله هو أقل من مليار دولار حاليا وتذهب البقية منه إلى المرتشين من مسؤولي المنافذ وإلى الميليشيات والمتنفذين من السياسيين الأمر الذي لم تقدر أي حكومة على مواجهته خشية إثارة غضب المستفيدين الذين يعويقون أي إصلاح ويعملون على تكريس الفساد على هذا الوتر دندن الكاظمي في محاولة لإحداث شيء يميزه عن سابقيه فذهب بنفسه مع قوة خاصة قادمة من بغداد إلى معبر مندل الحدود مع إيران متوعدا أن تقوم الحكومة بملاحقة الأشباح التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمريكية لكن محاولاته التي قال عنها لإعادة فرض سلطة الدولة على المنافذ لا تستند إلى دليل حقيقي فالذي لم يستطع أن يعتقل عناصر الميليشيات لعدة ساعات كيف له أن يواجه الدولة العميقة المسؤولة أساسا عن بقائه في المنصب إلى جانب الفساد الكبير هذا تعاني المنافذ الحدودية من تهالك بنيتها التحتية والتي لم تعد تنسجم مع شكل التجارة الحديثة إذ يفتقد الجهاز الإداري للمنافذ لأجهزة متطورة لكشف المخدرات ومراقبة جودة وصلاحية البضائع المستوردة فضلا عن افتقارها للمخازن الحديثة والاستراحات المناسبة سرقة موصوفة وإهمال متعمد سيبقى بلا حل طالما أن للميليشيات الكلمة الفصل واليد النافذة في العراق